أقرى مجلسه الوزراء في اجتماع له مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 تميدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه في جلساته المقرر انعقادها خلال الأيام القليلة المقبلة كما وافق مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسه معين عبد الملكة على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022 وكلف مجلس الوزراء وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون ربع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية